السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا رب تكونوا بخير النهاردة هنأمل نتيجة بطريقة جديدة خالص برضو طبعات كده ورقة بنتيجة شكلها رائية كده زي ما انتم شايفين وهي هحتاج الجلو عندي هنا كارتونة انا عملها على نفس المقاس بتاع الورقة بتحتي وعندي كتعة خشب والخيل بتاع الخيش هي دي الفكرة بتحتي بس مفاش حاجة مكلفة خالص اول حاجة خالص هبدأ كده ان انا اجيب قطعة الكارتون دي وابدأ كده ان انا عاملها بالجلو والورقة برضو هعملها بالجلو والزاهم على بعض هتلزق معي كويس جدا حاولوا لو عندكم كارتونة لو هتلزقوا على كارتونة تكون كارتونة سطحها ناعم زي دي كده بحيث انها ما تعملش تعويجات كده معاكم ويبقى شكلها مش حلو دي مجرد ما بندغط عليها كده ونبدأ ان احنا نخرج الهوى بادينا بتبقى الورقة مفروضة ومفاش اي تنايات او فيها اي مشكلة زي الكارتون العادي اهم شيء بادي كده افضل اخرج الهوى من كل النواحي علشان ما يكونش فيها اماكن فيها هوا كده خالص معي بعد كده جبت قطعة الخشب وبدأت كده ان انا الف الخيط الخيش عليها من الناحيتين انا محتاج ان انا اغطي الجزئين من الجناب كلها بالخيط الخيش كده زي ما انتم شايفين وبعد كده هبدأ ان انا اجيب الكارتونة بتحتي وهلزها فوق الخيط الخيش هحط كمية برضو كويسة كده من الشام وهبدأ كده ان انا ألزق الكارتونة بتحتي معليها من فوق نتيجة فكرتها سهلة جدا مش مكلفة خالص يعني ما كان فتناش اي حاجة كل حاجة من يعتبر من البيت ايه اللي ورق بس اللي باتنين جنيه بصو شكلها عامل ازاي رائيق جدا حاجة كده جديدة غير الطبيعي خالص اللي احنا متعودين عليه اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم ما تبخلوش بعليها باللايك والشير والسبسكرايب لو لسه اول مرة بالتباني انزل فعل الاشتراك عشان ان شاء الله يوصلك الجديد وتشكر جدا لكم للمتابعة للنحية ومع السلامة اشتركوا في القناة